الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر وأن يكثر لكم الثواب وأن يرفع لكم الدرجات وأن يغفر السيئات وأسأله جل وعلا أن توفقوا لقيام ليلة القدر وأن يغفر لكم فيها وبعد فما زلنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونبتدئ في هذا اليوم بما يتعلق بباب حفظ العلم لعلنا نقرأ فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله الموعد ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشباع بطنه ويحضر حين يغيبون ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون وكنت امرأا مسكينا من مساكين الصفة فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال بسط رداءك أن له لن يبسط أحدهم ثوبه حتى أقضي مقالة هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول فبصدت نمرة علي ليس علي ثوب غيرها حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قال فغرف بيديه فيه ثم قال ضمه ضمه فضممته وجمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا بعده مما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعائين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن طائفة استغربت من أبي هريرة أنه أكثر التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة ويقولون بأنه كيف يروي هذه الأحاديث الكثيرة فكان أبو هريرة يرد عليهم مقالتهم هذه ولا زال هناك لا زال يوجد من يطعن في أبي هريرة ويتهمه في روايته أبو هريرة أكثر أحاديثه لا تقتصر عن طريقه بل ترد بطريق آخر وهذا مما يدلك على حفظ أبي هريرة لأحاديثه قال والله الموعد يعني أن الناس سيلتقون عند الله جل وعلا يوم القيامة سوف يحاسبهم على كلامهم هذا واتهامهم وكان من ضمن مقالتهم أن قالوا ما السبب الذي يجعل المهاجرين والأنصار لا يرون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه يقول وأبو هريرة إن الذي دفعني للتحديث هو مخافة العقوبة من الله تعالى في كتم العلم فقد ورد آيتان في كتاب الله تجعلني يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لهاتان الآيتان من كتاب الله لما رويت لكم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فهذه الآية هي التي جعلت أبا هريرة يحدث بكل ما علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ما باشره في الرواية أو ما نقله عن غيره من الصحابة ثم ذكر سببا يجعله يكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بقية الصحابة فقال إن إخواننا من المهاجرين يعني الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كان يشغلهم الصفق بالأسواق أي أنهم يشتغلون بالبيع والشراء فهذا الاشتغال بالبيع والشراء شغلهم إما جعلهم لا يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما جعلهم ينسون هذه الروايات وإما جعلهم عند التحديث لا يجدون وقتا يحدثون به وأنتم تعلمون أن الأحاديث تنسى متى أغفلها الإنسان وقال كان يشغلهم الصفق بالأسواق كانوا في الجاهلية إذا أرادوا إتمام بيع صفقوا بيد على يد من أجل إشعار أن البيع تم فكانت هذه طريقتهم ولذا قال كان يشغلهم الصفق بالأسواق قال وإن يخواننا من الأنصار أهل المدينة كان يشغلهم أن يعملون في نخيلهم ومزارعهم فهذا العمل شغلهم عن أن يحضروا مشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وشغلهم عن رواية الحديث بينما أبو هريرة كان يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن طعامه وإنما يبقى بأدنى شيء من الطعام بشبع بطنه وكان أبو هريرة يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي لا يحضرون عنده ولذا حفظ من الأحاديث لكونه لم يشتغل بشغل آخر غير الحديث ما لم يحفظه أولئك الصحابة قال أبو هريرة وكنت امرأا مسكينا أي ليس لدي أعمال ولا بيت ولا شيء يشغلني عن الحديث وروايته وكان من مساكين الصفة الصفة مكان في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه من لا مأوى له قال فأشهد أي أحضر إذا غابوا ولم يحضروا وأحفظ أي أعي وأتذكر الحديث إذا نسوا قال فشهدت أي حضرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا لكني أنساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط أي أفرش رداءك أي ما تغطي به أعلى بدنك إنه لن يبسط أحدهم ثوبه يعني على الأرض حتى أقضي أي حتى ينتهي ذلك المجلس وأنتهي من تحديثي ومقالتي ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى يعني حفظ ما أقول فيحتمل أنه أراد بذلك ما قيل في تلك الجلسة ويحتمل أن يكون المراد به أن يحفظ جميع ما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال فبصدت نمرة علي وينوع من أنواعي الثياب قال ليس علي ثوب غيرها يعني في أعلى بدنه وإلا فإن عليه الإزار قال حتى إذا قضى يعني انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال فغرف بيديه فيه ثم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك الرداء وجمعه بيديه فرفع الرداء بيديه ثم قال ضمه أي اجمع بعضه إلى بعض قال فضممته وجمعتها يعني النمرة إلى صدري فوالذي بعثه بالحق أن يقسم بالله تعالى ما نسيت شيئا بعد ذلك اليوم مما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك ثم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين أي حديثا كثيرا كل حديث منه بملئ وعاء فحفظ حديثا كثيرا يبلغ حديثا كتب توضع في وعائين قال فأما أحد ما في هذين الوعائين من الحديث فبثثته أي نشرته وذعته وأعلمت الناس به وأما الآخر فلم يبثه ليدلهم على أن عنده أحاديث لم يذكرها قال فلو بثثته أي لو حدثت به لقطع هذا البلعوم فلعل هذا يشير إلى الأحاديث التي قد يفهمها سامعها على غير المراد بها وبالتالي تحدث الفتن ويحدث القتل والهرج ومن ثم يؤدي ذلك إلى سفك الدماء فتسفك حتى يصل إلى أبي هريرة وإلى غيره وبعضهم قال بأن ذلك يتعلق بأحاديث فيها ذكر أشخاص من الولاة أو غيرهم وذكر شيء من ما يثلبون به فهذا الحديث فيه فوائد منها أن من الأمور المشروعة حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من أنواع العلم وفي هذا الحديث فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه وأنه ما زال يتحدث بعض الناس فيه والله جل وعلا قد حماه وحمى عرضه وفي هذا الحديث فضيلة أبي هريرة في كونه قد روى حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب طول ملازمته وبسبب عدم اشتغاله بغير العلم وبسبب اكتفاء في مأكله بالشيء اليسير وفي هذا الحديث عنوان المؤلف لهذا الحديث في موطنين فقال باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وباب في ما جاء في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وفي هذا الحديث الترغيب في نشر العلم وبثه ورواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان لا يستصغر نفسه في هذا الباب بل عليه أن يحدث بما لديه لعل ذلك أن يكون مما يبرئ ذمته ومما يكون سببا من أسباب رفع درجته وفي الحديث جواز الاشتغال بالتجارات والبيع والشراء كما كان المهاجرون يفعلون وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز التصفيق في غير عبادة لأنه قال كان يشغلهم الصفق ففهم منه أن الصفق لا زال في أهل الإسلام بعد البعثة وفي الحديث اتخاذ وفي الحديث اتخاذ الأسواق ووضع السوق كما قال هنا بالأسواق وفي الحديث جواز الاشتغال بالزراعة وزراعة النخيل وأن ذلك مما كان يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم منه وإقرار وفي هذا الحديث التفرغ للعلم طلبا وبثا وأن من كان كذلك فإن الله تعالى سيتولى شأنه من عنده وفي هذا الحديث مخالطة أهل العلم وكثرة مجالستهم ليكون هذا سببا من أسباب الاستفادة مما لديهم من العلم وفي هذا الحديث أيضا أن في هذا الحديث أيضا أن الإنسان ينبغي به أن يعالج الأسباب التي تبعد عنه النسيان فإن أبا هريرة اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسيانه من أجل أن يوجد له علاجا في هذا الباب فكان هذا من أسباب علاج دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا من أسباب زوال ما لديه من النسيان وفي هذا الحديث بسط الردى من أجل أن يجلس عليه واستدل به على جواز إظهار الإنسان أعلى بدنه متى كان محتاجا للباس أعلى البدن وفي هذا الحديث الجلوس للتعليم والتعلم كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبث مقالته تلك وفي هذا الحديث أيضا جمع حوائج وأدوات الآخرين لتسليمها إليهم وفي هذا الحديث أيضا جواز كتابة العلم فإنه قال حفظت وعائين فكأن هذه الأحاديث مكتوبة وقد ورد في الحديث الآخر أن أبا هريرة قال لم يكن أحد يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أروي إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قوله عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي طلب منه في حجة الوداع وهي الحجة التي كانت في السنة العاشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال لعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا فسميت بهذا الاسم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بأشهر يسيرة قوله استنصت الناس أي أطلب من الناس أن ينصتوا ويسكتوا من أجل أن يستمعوا لمقالته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا أي لا تعودوا إلى حال أهل الجاهلية قبل الإسلام بحيث ترجعون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أي يسفك بعضكم دماء بعضكم الآخر ففي هذا الحديث ذكر شيء مما ورد في حجة الوداع وفيه الإنصات للعلماء ومشروعية الاستماع لمقالتهم وفي هذا الحديث التحذير من العود إلى أحوال أهل الجاهلية وفي الحديث التحذير من الفتن والدخول فيها وفي الحديث النهي عن سفك الدماء المحرمة أثابكم الله قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل أعربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل قوله جاء رجل عربي يعني من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله أي متى يكون قتال أحدنا في سبيل الله وبالتالي ينال الأجور المرتبة على الجهاد في سبيل الله ثم بيّن شيئا من أحوال الناس فيما يتعلق بالقتال فالصنف الأول يقاتل غضبا أي أنه يستشيط غضبا وتثور عاطفته وبالتالي يقاتل فهذا لم ينوي إعلاء كلمة الله وبالتالي فإنه لا يكون قتالاً في سبيل الله والثاني يقاتل حمية أي دفاعاً عن قرابته وشيء من محارمه فهو يحمي هؤلاء والثالث يقاتل شجاعة بعض الناس يحب أن يكون ممن يصاول بأس الآخرين فيقاتل من باب الشجاعة وصنف يقاتل رياء أي من أجل أن يراه الناس مقاتلاً وبالتالي يكون له مكانه ومنزله في نفوسهم وقد يثنى عليه بسبب ذلك والرجل يقاتل من أجل أن ينال من المغانم ومن المكاسب الدنيوية التي تكون بعد القتال والرجل يقاتل ليذكر أي يتحدث الناس به وبشجاعته والرجل يقاتل ليرى مكانه أي تعرف منزلته وتعلى درجته فمن من هؤلاء في سبيل الله وكان الرجل السائل واقفاً والنبي صلى الله عليه وسلم جالساً فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى هذا السائل الأعرابي فقال قال الراوي وما رفع إليه رأسه إلا أن السائل كان قائماً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل يعني الشخص الذي يقاتل ويجاهد وغرضه من ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا فبحيث لا يكون هناك ما يمنع من الدخول في دين الله والعمل بشرع الله فمن كان كذلك فهو في سبيل الله وبالتالي هذا الذي ينال الوجور المرتبة على الجهاد في سبيل الله وفهم من هذا أن ما عداه ليس ممن يقاتل في سبيل الله وهذه الاستفادة أخذت من شيئين الأول أن المبتدأ هنا معرف والقاعدة أن المبتدأ والقاعدة أن الابتداء بالمعرفة يفيد الحصر والأمر الثاني أن هذا جاء على سؤال من الذي يقاتل في سبيل الله فلما أجاب بهذا الجواب فهم أن ما عداه من الأحوال ليس قتالا في سبيل الله تعالى ففي هذا الحديث من الفوائد جواز أن يكون السائل واقفا والمفتي جالسا وأن يجيبه عن سؤاله وهو جالس وفي هذا الحديث السؤال عن معاني المصطلحات الشرعية من أجل ترتيب الأحكام الشرعية عليها فإن كلمة القتال في سبيل الله مصطلح شرعي نحتاج إلى معرفة معناه من أجل ترتيب أحكام الشرع على هذا المصطلح وفي هذا الحديث ذكروا بعض الأغراض التي تجعل الإنسان لا يعد ممن قاتل في سبيل الله كما أن هذا الحديث يدل على أهمية النية وهمية مراعاتها وتفقدها بحيث يجعل الإنسان عمله لله تعالى يريد به رفعة درجته في الآخرة ويريد به رضا ربه سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث أن بعض ما يظن أنه من المقاصد الحسنة الحميدة ليس كذلك بل هو من المقاصد الفاسدة وفي هذا الحديث وجوب تفقد الإنسان لنيته قبل أن يقدم على أي عمل من الأعمال ولئن كان الحديث فيما يتعلق بعمل القتال في سبيل الله إلا أن معناه عام في جميع الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وإغاثة ملهوف وإكرام ضيف ونجدة من يحتاج للمساعدة وغير ذلك من الأعمال الصالحة فإن الإنسان لا يثاب بها إلا إذا نوى بها التقرب لله تعالى والحصول على رضا رب العزة والجلال وفي هذا الحديث أن من قاتل من أجل الحصول على المغانم فقط فليس فليس قتاله جهاداً في سبيل الله تعالى ولا يمتنع أن يأخذ المجاهد المغنم وهو لم يقصد أن يحصل على المغنم ولم يقصد أن يكون قتاله من أجل ذلك ولكنه حصّله تبعاً فلا حرد عليه من أخذه وفي هذا الحديث أن من ذكر بالعمل الصالح ولم يكن قاصداً لذلك الذكر فإن هذا لا يؤثر على أجره وعمله الصالح وفي هذا الحديث جواز أن يقصد الإنسان بعمله قصد الشارع من ذلك العمل إذن عندنا نيتان أساسيتان النية الأولى أن ينوي الأجر الأخروي كما قال تعالى ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشتورا أو أراد إرضاء الله تعالى كما قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً فهذان النيتان هما المقصد الأساس ولكن لو قصد الإنسان تحقيق مقصد الشارع فكأنه بذلك يستجلب رضا الله جل وعلا ومن هنا فإن من فعل العمل تحقيقاً لقصد الشارع فإن عمله يكون لله تعالى وينال الإنسان به الأجر والثواب حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح قال ما رابكم إليه وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم حدثنا من الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسكت عنه فلم يرد عليهم شيئا وقام ساعة متوكئا على العسيب ينظر وأنا خلفه فقلت إنه يوحى إليه فتأخرت عنه فقمت مقامي فلما نزل الوحي وانجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه فعلنا نترك هذا الحديث للغد بارك الله فيكم وأسعدكم الله في دنياكم وأخراكم ورزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة كما نسأله جل وعلا أن يملى قلوبكم من التقوى وأن يجعلكم من أهل العمل الصالح ختم الله لكم شهركم برضوانه وختم الله أعمالكم بأحسن حال كما نسأله جل وعلا أن يسبغ على الجميع نعمة وأن يجعلنا وإياكم ممن أخلص نيته لله فأراد الدار الآخرة وأراد رضا ربه جل وعلا كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يبارك لهم في أرزاقهم وأن يصلح لهم ذراريهم كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل الصالح الرشيد وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر